بسم الله الرحمن الرحيم الحرارية يعني فيها دفء مين اللي من حرق الدفء مين اللي ميكانيك الحرارة دور كده هل المولد هل السخان هل احتكاك الأجسام هل المحرك الكهرابي فعلا الإجابة نمراجيم مين هي احتكاك الأجسام ببعضها عند الحرقة ليه يا ولاد فكر نفسك كده وانت في الشتاء الدنيا سأعة بتحكي ايديك في بعضها تلاقي ايدك دفت يبقى من طقة ميكانيكية او حركية الى طقة حرارية نيجي للسؤال التاني انتقال الحرارة بالاشعاع يعني تشعع الحرارة عليك ده في السوائل بس ولا في الغزاد بس ولا في الاوساط المادية وغير المادية ولا في المعادن المعادن مواد صلبة يبقى ده توصيل السوائل فقط لا الغزاد فقط لا امال في نمراجيم الاوساط المادية وغير المادية يبقى الاشعاع يا ولاد ممكن يسير في الاوساط مين ومين المادية وغير المادية ونيجي للسؤال اللي بعده بيتكلم على مين السخنات الشمسية اللي بتوجد على اسطح بعض العمارات المصممة لهذا الامر بتحول الطاقة الشمسية هي اسمها سخنات شمسية لانها بتاخد طاقة ضوئية او شمسية تقوم تسخن المياه لما تسخن المياه يبقى حولتها الى طاقة ايه يا سيف الى طاقة حرارية كلام جميل دي نمرة ثلاثة ونيجي لنمرة اربعة الشمس ام الطاقات هل مورد طاقة دائم ولا مورد طاقة غير دائم ولا ليست من الموارد ولا لا تمتق طاقة اقول له لا الاجابة معروفة جدا الشمس ام الطاقات الشمس المصدر الرئيس للطاقة على سطح الارض يبقى نقول الشمس ايه يا جماعة الشمس مورد طاقة دائم ليه لانه من الموارد الدائمة للطاقة ونروح للسؤال التاني والسؤال التاني بقى بما تفسر يعني لماذا يا هذا يفضل استخدام السخان الشمسي اللي على اسطح بعض العمارات افضل من السخان الكهربي او السخان اللي بيشتغل بالغاز يبقى ليه افضل لان عنده مميزات ليه هي بقى المميزات دي يقدم طاقة نظيفة طاقة رخيصة من مصادر الطاقة يبقى نقول كده جماعة يقدم طاقة ايه نظيفة ملهاش تلوس ورخيصة ليه لانها من عمد المولى عز وجل بدون فلوس وهي من الموارد ايه جماعة من الموارد الدائمة وبدون من الموارد الدائمة يبقى التي توفر الطاقة لنا كده الاجابة الكاملة يبقى نقول تاني ليه بيفضل السخانات الشمسية عن الكهربية والغازية لانها تقدم طاقة نظيفة ورخيصة وهي من الموارد الدائمة التي توفر الطاقة نيجي للسؤال التالت والاخير وجايب لي جدول الجدول في تطبيقات تكنولوجية في أجهزة كهربية وعايز يشوف آثارها السلبية ملوسة ولا غير ملوسة على البيئة يلا نتكلم عن أول وحدة المدفأة الكهربية هي دفاية آه وبتشتغل بالكهربة ولكن عمرنا ما شفناها طلع التلوس يبقى غير ملوسة لإن لا ينتج عنها عوادم طب السخان الكهربية ملوس ولا غير ملوس لا والدليل إنه موجود عندنا في كل المنازل سخان كهربة في الحمام غير ملوس للبيئة طب بالنسبة للسخان الشمسي لا ده جميل جدا غير ملوس لإنه بيعتمر على الطاقة الشمسية الربانية طب الموقد الكهربية سواء كان بتجاز أو نقول عليه وبور بتاع زمان ده بيطلع أدخنة ويطلع عوادم ها الموقد الايه العادي لكن ده موقد بيشتغل بالكهربة يبقى غير ملوس إنما انهو الملوس بقى جماعة اللي جاي إلا عليه الضور موقد بتجاز أو بترولي يبقى ده يمتج عنه عوادم يبقى نقول عليه ده موقد ملوس للبيئة طب الفورن الشمسي يعني بيشتغل بالطاقة الشمسية يبقى ملوس ولا غير ملوس بدن بالطاقة الشمسية يبقى غير ملوس للبيئة كده خلصت أسئلة وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي اشتركوا في القناة